من شأن خطوات اثيوبيا الوحادية نحو بدء المرحلة الثانية من ملء سد النهضة ان تهدد حياة عشرين مليون انسان على ضفاف النيل هذا ما ردده مسؤولون في العاصمة الخرطوم على مسامع اوليسون اباسانغو الوسيط الافريقي والرئيس النيجيري الاسبق اباسانغو الذي وصل الى الخرطوم في اطار مساع لانهاء التوتر الاثيوبي السوداني التقى برئيسي مجلسي السيادة والوزراء ووزيرة الخارجية المبادرة تبحث عن حلول افريقية لمشكل افريقي والتي يشكل سد النهضة احد الملفات المعقدة فيها فعلى المستوى السياسي اديس ابابا تربط الامر بسيادتها الوطنية اما السودان فيراه وثيق الصلة بامنه القومي الربعية لها تعثير على اسيوبيا ولا تعثير على الدولتين ولكن نحن نؤكد ان اسيوبيا بهذا النهج قد تغوط الطرفين الى اتخاذ مواقف غير سلمية في التفاوض السودان تحديدا لديها ورق ضغط على المستوى الفني تقول وزارة الرئيس سودانية ان الملء الثاني للسد بصورة وحادية سيعرض منشآت السودان المائية والصناعية والزراعية للخطر ولكن اثيوبيا بالمقابل لا تعلق على هذا الامر واكدت اكثر من مرة ان الملء الثاني امر واقع لا محالة سواء كان باتفاق او بغير اتفاق ممكن جدا المياه اللي يطيق عليك تكون اقل من احتياجاتك لملء سد الرصيرس والمشاريع الزراعية والامروي وبالتالي يكون عندك عجز في الزراعة يكون عندك عجز واضح جدا في الدولية الكعروبية المائية الخرطوم والقاهرة تأملان في قبول اثيوبيا بجهود الوساطة الربعية من الامم المتحدة والولايات المتحدة والاتحادين الافريقي والاوروبي ويرى مراقبون ان ادس ابابا تتحفظ على دور واشنطن التي تقدمت في يناير كانون الثاني 2020 بمقترح يقضي بوقف ملء السد ورفضته اثيوبيا حينها مع كل يوم يمضي تزداد تعقيدات ملف سد النهضة فادس ابابا تصر على موقفها بناء على معادلات داخلية خاصة بها ومخاوف الخرطوم تتنامى في ظل ازمات تلاحقها خصوصا في قطاع الكهرباء الذي يعتمد بشكل كبير على التوليد المائي شيبة الحمد عبد الرحمن التلفزيون العربي الخرطوم